السلام عليكم أصدقائي اليوم الاتحاد الأوروبي يعلن عن خطوة كبيرة جدا في مكافحة غلاء أسعار الطاقة واليوم أعلنت رئيسة المفاوضية الأوروبية السيدة أوزولا فون ديرلاين عن أنه كل دول الاتحاد الأوروبي سوف تتخذ سياسة موحدة وهذه السياسة هي لخنق ولمراقبة شركات الطاقة مثلا الشركات الكهرباء التي تستفاد من غلاء أسعار الطاقة والشركات التدفئة والشركات المحروقات ومراقبة أرباح الشركات وتطبيق ضريبة جديدة على الشركات تسمى ضريبة الأرباح الزائدة هذه الضريبة التي سوف تدفعها الشركة مثلا شركة كهرباء ربحها السنوي هو 100 مليون يورو يعني بالسنين السابقة أو بعام 2021 إن استفادت هذه الشركة من أزمة الطاقة وجنت أرباح بالعام الحالي أو العام 2023-2024 مثلا سابقا 100 مليون بالمستقبل 300 400 أو 800 سوف تأتي لها الحكومة سواء الألمانية أو أي حكومة أوروبية وتقول لها هذه أرباح مبالغ بها تفعلنا ضريبة الأرباح الإضافية ألمانيا والاتحاد الأوروبي يتوقعون أنه سيعود لهم من هذه الضريبة سنويا حوالي 140 مليار يورو هذه الأموال سوف تتدفق إلى دول الاتحاد الأوروبي وإلى ألمانيا أيضا والحكومات سوف توزعها على الناس بطريقة يعني تناسب غلاء أسعار الطاقة كي تخفف من وطأة الغلاء على الناس لماذا هذا القرار التاريخي هو مهم جدا ويعتبر تاريخي؟ القرار مهم لأنه سيجعل الحكومات تتحكم بشركات الكهرباء وشركات الطاقة كلها وتوقف استغلال هالأزمات وسوف يستهدف أيضا مشغلي الطاقة النظيفة هم المطلوبين بهذه المعمعة كلها مثلا أصحاب حقول توربينات الرياح هؤلاء كلفتهم التشغيلية قليلة جدا مجرد يعتمد على الرياح التي هي مجانية ويعني يولد طاقة كهربائية هؤلاء أيضا رفعوا أسعار كهربائهم لأنه سعر الغاز مرتفع فقالوا لما لا نرفع نحن أيضا السعر ونستفاد من هذه الأزمة سكان ألمانيا سيكون من المستفيدين الأكبر الحكومة الألمانية ستكون المستفيدة الأكبر لأن بالمقارنة مع كل الدول الأوروبية ألمانيا نسبة الطاقة النظيفة بها نتكلم عن الكهرباء تقترب من الخمسين بالمئة إذن الطاقة النظيفة سوف يتم تعيين حد معين لأرباح الشركات مثلا الميجاوات الساعي من الكهرباء سوف يكون سعره 180 يورو أي شيء فوق المئة وثمانين تعال يا شركة ادفعي لنا الأموال الزايد هذا الأمر سيؤدي عن خفاض الكهرباء وهذا الأمر جميل جدا ولو أنه جاء متأخر الموضوع الآخر أصدقائي اليوم المجلس الوزراء الاتحادي بألمانيا أعلن عن مجموعة من التغييرات الضريبية والتسهيلات المالية التي سيتم تطبيقها بألمانيا والتي من المفترض أن تساعد الناس في تجاوز أزمة الطاقة وبالتضخم والقوانين إن صح التعبير يمكن تسميتها بتخفيفات مالية عديدة لا تشمل فقط الضرائب أولا أصدقائي لمن لا يعلم ضريبة الدخل تفرض على الأشخاص الذين يعملون ويحصلون على معاش قدره سنويا 10347 يورو بالعام هؤلاء لا يدفعون ضريبة وما يدفع الضريبة يعني نتكلم عن ضريبة الدخل من يحصل على مبلغ أعلى من هذا الرقم سيكون هناك رفع بالحد المالي الذي يكون يعني معفي من ضريبة الدخل هو الآن 10347 سيكون الحد هو 10632 يورو هذا العام وبالعام القادم أيضا سيتم رفع الحد الأدنى للضريبة المعفية يعني للمعاش السنوية المعفي من الدخل إلى 10932 بعام 2023 وبالمستقبل سيتم رفعها شيئا فشيئا هذا يفيد كل من يعمل يعني عمل صغير لديه مشروع صغير خصوصا أصحاب الأعمال الحرر من يعمل تايلت سايد هذا الأمر يعني يرجو الانتباه إليه ثانيا أصدقائي معدل الضريبة بألمانيا 19% على من دخل السنوي أقل من 60 ألف يورو سنويا عندما يتجاوز هذا الرقم بالسنة أو بالعام ترتفع عليه الضريبة وتصبح 42% تخيلوا مع هذه الضريبة يأتيك لتأمين الصح ويقول لك ادفع نصيبك والتأمين التقاعدي وإلى آخره ويطير أكثر بالنصف الراتب المهم أصدقائي من يحصل على أقل من 60 ألف ضريبته 19% ومن يحصل أكثر 42% بعام 2023 سيكون الحد الأدنى لمن يدفع ضريبة 19% هو ليس 60 ألف بل 61.971 بعام 2024 سيكون 63.514 يورو سنويا هي يعني خاضعة للضريبة القليلة اللي هي 19% ثالث تعديل اللي هو الغاز يعني الغاز الطبيعي سواء غاز التدفئة بالمنازل هايتسونج اللي يعمل بالغاز أو الفام فاسا أو يعني سخنات المنازل التي تعمل بالغاز سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغاز لفترة محدودة من أكتوبر القادم إلى نهاية آذار مارس من عام 2024 الضريبة الآن 19% ستخفض وتصبح 7% هذا الأمر يعني سيقلل من فواتير الكهرباء وفواتير التدفئة بالنسبة للمدافع التي تعمل بالغاز لاحبوا أصدقائي من أكتوبر سيكون هناك تخفير سيشعر به كل من يعني الهايتسونج لديه يعمل بالغاز رغم أنه غلاء الغاز كبير ولكن هذه الخطوة عملتها الحكومة لأجل تقليل وطأة الغلاء بألمانيا رابعا من يعمل الواح طاقة شمسية فوق منزله بالتركيب والتسليم سيكون هناك عفاء من الضريبة يعني تسهيلات لمن يعمل الواح طاقة شمسية خامسا من يعمل من المنزل سواء يعني نتكلم عن الهوم أوفيس سيكون له تيسير مالي كبير فيعني لكل شيء يشتريه لأجل العمل منزلي يخصم من الضريبة هذا أمر متعارف عليه والآن سيكون هناك خصم ضريبي يعني مقدارة خمسة يورو يوميا لمدة 120 يوم قد يتم تمديد هذه المدة لتصبح 200 يوم تخيل 200 يوم على خمسة يورو هذا المبلغ تحصل عليه عندما تعمل إقرار ضريبي سادسا أصدقائي تم التصديق اليوم على زيادة أموال الكنداقيلد هذا الأمر تكلمنا عنه سابقا من مقدار 18 يورو إضافية بذلك سيصبح الطفل الأول والثاني والثالث 237 يورو شهريا ابتداء من 2023 الموضوع الآخر أصدقائي رح نتكلم عن مواد الغذائية التي ترتفع أسعارها الآن بشكل كبير لا يزال التضخم مرتفع جدا بألمانيا وهو الذي يدفع الأسعار بألمانيا إلى الارتفاع وأكد الإحصائيين أنه نسبة التضخم بشهر أوغسط كلما ينتهي شهر بشهر الذي يليه يعني تكون البيانات جاهزة نسبة التضخم هي 7.9% وبالفروقات بين العام الحالي والعام الماضي فإن الأسعار المحروقات تفعت بمقدار 35% ورغم أن التضخم نسبته 7.9% ولكن أسعار البقالة ازدادت وارتفعت بمقدار 16.6% عما كان عليه الحال بالعام الماضي الآن رح نأتي على بعض المنتجات الغذائية التي ارتفعت أسعارها بشكل أكبر من معدل التضخم بألمانيا يعني 7.9% ومعدل التضخم الكثيرين يعتقدون أنه كل شيء زادت قيمته 7.9% ولكن أصدقائي الخيار ارتفع بمقدار 50% الزبدة ارتفعت بمقدار 49% الطحين ارتفع بمقدار 39% الدواجن 29% البيض 29% فقط التفاح هو الشيء الوحيد الذي لم يرتفع سعره هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي كونه لا يحتاج إلى روسيا ولا إلى أوكرانيا ولا إلى نفط ولا إلى غاز ولا إلى كل شيء موجود بالشوارع وبالحدائق ويعني هذا الشيء يزرع بكثرة بألمانيا وحسب كلام الخبراء فأن المواد الغذائية المحلية ارتفعت بوتيرة بطيئة مثل يعني نعرف أنها ألمانيا تزرع بها الكارتوفل أو البطاطا والبصل أيضا هذه المواد ارتفعت بوتيرة بطيئة ولكن القمح والزيوت الزيادة كانت بها يعني سريعة جدا كونها تعتمد على يعني الآخرين على دول أخرى مثل يعني أوكرانيا وروسيا وإلى آخره زي الدوار الشمس زاد 81% والألبان يعني كما تعرفون كلها 49% تقريبا من مقدار الزيادة الخبراء للأسف يقولون أنه الأشهر القادمة من الشتاء ستكون مصيرية ويكون بها الغلاء بنسبة مرتفعة لمنشدها حتى الآن وأصدقائي يعني بالمناسبة نعرف أنه بأكتوبر رح يتم السماح للشركات بزيادة يعني أسعار فواتير التدفئة مثل أن أسعار الغاز تمرير الزيادات هذا الأمر أدى إلى حصول مخاوف كبيرة بألمانيا سكان ألمانيا الآن هناك خشية من قبل الألمان من غلاء مبالغ به لذلك الآن هناك إقبال يعني على الشراء بشكل كبير لأن الكل متخوفين من أنه السلعة التي يشترونها الآن بسعر معين قد تصبح يعني أغلى بكثير بوتيرة متسارعة من الغلاء بالأشهر القادمة لذلك الآن تجدون يعني عروض تملأ المحلات وعمليات شراء كثيرة هذا هو سببها الموضوع الآخر أصدقائي هناك قلق اقتصادي ومشكلة تهدد عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي أولها ألمانيا للأسف يعني أكثر الأمور التي نتكلم بها سلبية للأسف هذا هو فقط يعني الأمور المتاحة بالإعلام الألمانية أول الدول التي تتأثر بهذه المشكلة هي ألمانيا وهي مشكلة نقص مادة بدونها تتوقف كل الشاحنات بألمانيا وأوروبا الشاحنات تنقل بضائع تنقل كل شيء لو توقفت فإن كل شيء نحتاجه بحاتنا اليومية سوف لا يصل إلينا من طعام وشراب ودواء وإلى آخره المادة اللي أصبحت شحيحة بالعالم وألمانيا هي الأدبلو وهي يعني لا يمكن للشاحنات أن تسير بألمانيا بدونها فهي مادة لمن لا يعلم تعالج الديزل بالمحرك وتقلل بشكل كبير من انبعاثات أكسيد النيتروجين الآن الأدبلو أصبح سعره أعلى بأربعة مرات عن سعره قبل حرب يعني أوكرانيا وبألمانيا يستهلك يوميا حوالي خمسة مليون لتر من هذه المادة الشركات التي تصنع هذه المادة اليوم تقول أنه رغم أنهم رفعوا السعر بأضعاف مضاعفة إلى أنهم يخسرون بصناعة لأنه أصبح مكلف جدا وكمية أصبحت قليلة جدا بالعالم هناك تخوف جدي من فقدان هذه المادة التي لو فقدت سوف يتوقف كل شيء معها بكل الشاحنات وجزء كبير من السيرات التي تعمل بالديزل ونلقى بموضوع الديزل اللي لا يزال حتى الآن سعر أغلى من البانزين قبل الحرب أوكرانيا كان أرخص رغم من خفاض أسعار النفط عالمين ووصولها إلى ما كانت عليه قبل الحرب شركة آدي آتسي اليوم عملت تقرير شرحت به أنه سبب ارتفاع الديزل الآن هو سعر الغاز الغاز مرتفع في ثمن فإن الأقبال أصبح كبير على شراء الهايتسؤول الذي لم يرتفع بنفس المقدار اللي يرتفع بسعر الغاز نعرف أنه الغاز والهايتسؤول يستخدم بالتدفئة والهايتسؤول يتشابه بالخصائص الكيميائية مع الديزل لذلك الشركات التي تكرر النفط وتعمل ديزل وبنزين وأيتسن يعني أنواع المحروقات الأخرى أصبحت تعمل هيدسؤول أكثر من الديزل والديزل بالتالي ارتفع سعره تخيله لو تنتهي أزمة الغاز سوف يرجع سعر الديزل بألمانيا مثلا إلى يورو 20 سنت أو يورو 10 سنت مثل ما كان عليه الحال قبل الحرب الآن نتحول للموضوع الأخير ميزة كبيرة جدا العطلين عن العمل ستحصل بألمانيا ابتداء من العام القادم هذه الميزة سيستفاد منها الكثيرين وسوف يطورون أنفسهم ويعني ربما لم ينتبه عليها الكثيرين الآن الحديث عن قانون المساعدات الجديد اللي هو بديل للهاتسفية وهو الباقا قلد كلنا سمعنا أنه الباقا قلد هو زيادة على رواتب العطلين عن العمل انتقد هذا القانون كون بزيادة قدرة 52% من قبل يعني أرباب العمل بشركات عديدة لما به من تساهل كبير بموضوع العقوبات وقطوعات الرواتب وتساهل كبير أيضا بالبحث عن العمل سيحق للأشخاص بعد أن يفقدون عملهم أن يحتفظون بمبلغ مالي أو بأملاك أو بسيارة أو مجمل المبلغ المالي اللي يحتفظون به أو الثروة إن صح التعبير 60 ألف يورو القانون الحالي هاتسفية يقول للعاطل عن العمل تعال أصرف على نفسك من هذه الأموال ويعني إيه لان تخلص يعني نوع من الضغط كي يجد عمل من يخسر عمله وفق الباقا قل اللي رح يطبق ببعد ينوى 2023 مثلا إن كانت شقة كبيرة وسعر إيجارها فوق المعدل الذي يوافق عليه الجوب سنتر سيحصل على سماح لمدة عامين يدفع للجوب سنتر إيجار منزلة حتى يغير المنزل يعني في حالة إذا بقي عاطل عن العمل لمختصر الكلام الباقا قل سوف يكلف 4.8 مليار يورو سنويا عن الهارتسفية يعني مصرف إضافي أكثر ويبدو أن القانون الجديد أثار ضجة كبيرة بألمانيا تم انتقاده من جهات عديدة من ضمنها رئيس الحرف اليدوية الهاند فيارتليشة بغزيدنت والكثير من يعني حتى السياسيين ورجال الأعمال ورئيس الحرف اليدوية قال من الغباء أن يقوم الشخص بالذهاب للعمل والنهوض بالسابع صباحا يتكلم عن أصحاب الرواتب المنخفضة بينما بإمكانه أن يحصل على نفس المبلغ إن كان عاطل عن العمل عن طريق الباقا قل اليوم وزير العمل الاتحادي هو بيتوس هايل رفض هذه الانتقادات ويعني قال أن القانون اللي هو باقا قل سيطبق بالعام القادم هو مفيد جدا للعاطلين عن العمل وهو يسهل لهم الحصول على العمل الذي يناسبهم بدون ضغوطات الآن أصدقاء الجوب سنتر يجبر الأشخاص على العمل المهم الخروج من الجوب سنتر تحت أي ثمن فالأشخاص كثيرا ما يجبرون على عمل لا يريدونه فهم يخرجون من الجوب سنتر وبالتالي يعملون عمل غير مستقر يرجعون بعد ستة أشهر عام أو عامين إلى الجوب سنتر بينما القانون الجديد يتيح للعاطلين العمل يعني للعاطلين عن العمل فرصة للعثور على الوظيفة المناسبة بدون ضغوطات وهذا ما يمنحهم فرصة بالعثور على وظيفة يستقرون بها لمدة طويلة أو يقوم بها إلى الأبد هذه هي النقطة الجوهرية التي لم ينتبه عليها الكثيرين بقانون الباقا قلد إذن تعتبرون قانون جيد أم قانون سيء شاركونا أصدقائي بآراكم أنا أعتبر التغيير سيساعد الكثيرين بالحصول على الوظيفة التي يحلمون بها وبنفس الوقت ربما سيتم استغلاله من قبل أشخاص يجدون المساعدات البطالة أفضل من العمل بهذا الموضوع ونصلنا للنهاية إن شاءتكم استفادية وتحياتي لكم مع السلامة